اهلا ومرحبا بكم شان الكرام وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من المطبخ الحضرامي الموسم التالي طبعا برعاية بيت الجودة شركة بي ام سي المحضار وشركاء والتجارة المحدودة طبعا نحن سعداء أن نرتقيكم دائما بطبقات وحاجات حلوة في مجال السلطات وبرضو في مجال الحاجات الحلوة اللي بيقدموها لنا الشفات اللي هم من ابناء حضراموت يزوم الله خير على ما يقدموا من أطباق منوع طبعا نحن سعداء أن نرتقيكم في الموسم الثالث ومترسوش بأييد امتدرونا شوي وان شاء الله معانا اليوم طبخة جديدة ومميزة بإذن الله فاصل ونواصل مشاهدين الكرام عندنا لكم بعد الفاصل وإن شاء الله نرحب في اللحظات هذه بشي أبو عبد الله حياك الله وأهلا وسهلا بك مجددا معنا في حلقات جديدة من برنامج المطباق الحضرامي الموسم الثالث حياك الله أمين إن شاء الله أبو عبد الله كيف الصحة تمام؟ الحمد لله إن شاء الله بدأنا في الحلقات الآن ربما هي تكون الأخيرة سأفتقدك في لحظات فراحة الله يحوظك تود عمك إن شاء الله ويفتقدك برضو المشاهد الكريم لكن إن شاء الله نقول لألقاء إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله والحياة هكذا أصلها طبعها أكيد عسلها اللقاء ومرها الفراق حياك حياك وطبعا يتجدد اللقاء دائما معكم إن شاء الله إن شاء الله اللي بتابعنا في قناة حضرامون إن شاء الله من المطبخ الحضرامون طيب أبو عبد الله أشوف اليوم الدجاج وحاجات حلوة إن شاء الله من البهارات وبعض المكونات ممكن نتعرف على الطبخ اليوم الأرزب البخار الأرزب البخار نعم على نار هادي على نار هادي نعم الأرزب البخار الأرزب البخار المكونات حقه الدجاج بصل طماطم ثوم ثوم بسباس عدني صلصة طماطم كزبرة بسباس أخضر أخضر بالإضافة للبهارات البهارات نشوف هذا الماجي كمون وكمون قرفة مسحوب شبرن هيل والهيل بالإضافة للملح الملح سيد المواقف ويبري الزبيب يعني عشان تزينه والذيت أي طبعاً نشوف الماء مغلي هنا في شيء أو ما صحيح الماء مغلي بعدين هذا لما ينضي الأرز أنا أضع الأرز هنا أرفع الدياي شيء كيف وأضع الأرز هنا طبعاً الآن مغمور في الماء مغمور في الماء المدة تربع ساعة نعم مدة تربع ساعة بعدين أنا أستعمل الدجاج بعد الدياي أجعله في شكل ذهبي وأرفعه من فوق النار وأضع الأرز في التكشونة حقي أحيان أي وعي عشان أنه كله يكون معظم صحيح طيب قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ثم نذهب قد اقوم بسم الله الرحمن الرحيم ن overtime ماليحة ماليحة صوتك ما شاء الله ماليحة أشاء الله درجة دندن لا لا بس إنك ما شاء الله عليك طبعا نحط الزيت المقاس المعروف دائما انه الزيت يعني كثرتها في ربما في العاقل مليحة زي ما صحاب عدن مش مليحة أنا شوف سعيد بيزع منك أبعدين يقولون لي أقول لك أن تستهب البناش حال تمام طبعاً كم هذا؟ حب الدجاج؟ حب دايب ألف ومجديرام يعني حبة واحدة مقطعة إلى ثمان إلى ثمان قطاع أو صال لأن القطاع إلى ثمان أو صال نضع البصل نقول بسم الله الرحمن الرحيم شكراً جزيلاً من معاكم اليوم نصطفينه في الدكة والله أنا لا أعرف منتظر من سيكون معي ضيف انتظره بفارغ الصبر وإن شاء الله أكيد بيكون ذيك طراحة أنت مميز أجل الله ترتسلم كلك ذوك أول شي نضع الزي بعدين نضع فوق الدجاج ممكن أنه شبه يقلى شبه يقلى أنه كمية زيت قليل طبعاً صحيح يعطي لي أحمرار يعطي أحمرار أحمرار نعم ما شاء الله تبارك الله أبو عبد الله الأسماك يعني في عملية قليها يعني كيف أنه هل تفضل هي يعني أنت كطباك يعني كجودة وبرضو حتى في التقديمها يعني الأسماك مثلاً اللي هو بالقشور مثلاً نحن نقولها نوع الحميرة هذا نعم هل أنه مثلاً أو الباغة أو البوغة أو مثلاً الجذب نعم يعني هل يفضل مثلاً أنه يقلب الزيت أو أنه مثلاً أو التنار التنار هذا هو التنار نعم يعني تكون لها طعام كدو أما هذا الصيد يديرك هذا الأبيض الأبيض هذا يصلح مع الطماطم مع البصل في الموسم الأول يصلح على هذا يقوله طفاية 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 وفي بعض الأسماك كما هذا الصيد الثمج هذا ممكن أن يدخل في الصيادية لكن عندما تبطيه بصيد أبيض لا تصلح صيدية لا يمكن وفي صلحة لا يمكن أن يصبح لذي لأنه يكون الثمج 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 هذا الغود هذا ما شاء الله تبطيه هذا هو التنار التنار ولكن لأنك تبطيه في الزيت يعني لا يمكنك طعم كما يقول أنه في التنار صحيح كل شيء يلو شيء كل شيء كل شيء صحيح أيضاً حتى لو نقول مثلاً نحن نتكلم على الدجاج الدجاج نعم الدجاجة فيه شواية فيه فحر فيه شواية فيه شوار ما فيه يعني كله على كله كله على كله يركب على كله نعم سبحان الله حتى اللخم وهو الخم أيوة ممكن يعني يركب على كله يطلق بأسناف نعم ممكن صلحة صيادية بالخم همم هذه كبسة بالخم أخذها ما شاء الله يعني جوقها نعم كبسة بالخم صلحة سبحان الله كل شيء يلو شيء نعم سبحان الله يعني ترى المطبخ الحضرمي يعتبر يعني شامل لكل الأدوان مفتوح نعم سبحان الله يعني لكن الحضار مثلاً أنهم متخصصين أكثر حاجة أنهم يحبون الرذ نعم صحيح يحبون الرذ لكن أيضاً في أصناف أخرى تطبخ نعم صحيح فعلاً يمكن أن تكون تطبخ من المر ومن الحاجيات كما هذه السلطات هذه أقول لك أنا كما السجور هذا السجور هذا أصل هو نوع من نوع السلطات لك أنه يدخل في الويب الحضرمية أصلاً هذا في العزمة؟ السجور مكونات ما هذا؟ التمر هندي اللي هو حومة ويضعون له قليل سكر والبصل هذا العروق الصغير؟ كامل الصغير والثوم هذا ويبعون الفقر هذا الفقر حق الغنمة يبعون الفقر حق الغنمة ويقطعونها ويدخلونها مع السجور مع الفقوز هذا القرع المخطط أيوه لونه أخضر أيوه مرة شفت في السوكة عليك أنه هذا يقولونه السجور يدخلونه معه طيب فيها عدل هذا الرويع الرويع هذا التمر الهندي أيوه نفس الحومة؟ أيوه يضعونه سكر يدخلونه شكل ضخين ويقطعون هذا الخيار مع التفاح وبعض الأحيان اللي يزر على ماء تكيفه ويخلطونه كذا ويضرون الحوم هذا التأكل مع الكروف مع الكروف وهذا ويطلع لك ما شاء الله يعطي برضه نعم طعم الصنبل المقطع هذا أيوه ما الصنبل؟ الصنبل المقطع صنبل المقطع؟ لو ما عاد أول مرة أسمعك الصنبل المقطع هذا هذا الطماطم أيوه الطماطم هذا البندولة الحمراء قفل البندولة الحمراء تقطعها في شكل طودي هم هم من تلك حلق وطيب بسباس أخضر وهذا العروق العروق مع الفلفل هذا البسباس الأخضر ومع السمسم الأبيض الفحيط هذا الفحيط يطحنوه هذا وييبوه هذا ويخالطوه هكذا نعم طب يوم تطلع صراحة ما شاء الله تبارك الله يعني وفصوا أحب بليم بفوقه نعم أرى عندكم في الوادي يعني ما شاء الله تنوع من أشياء بسيطة من أشياء بسيطة من أشياء بسيطة هذه من شاء الله بدأ يشوف نعم أنا أخبرت اللون الذي اسمه الذهبي يعني هذا يبدأ باللون الذهبي باللون الذهبي باللون الذهبي لأنه يكون لون ذهبي ذهبي نعم لو أعطانا اللون الذهبي يكون أفضل صحيح نعم يا الله نعم في صحيح تقديم حق الدياي برفع عيوة أضعه فين ممكن أن ينفع هذا ممكن 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 دعوه ما تم أنضي الآن على وشكه عايزة أن يبدأ في الإتفرار أو أيها يتماسك آه آه بدأ بدأ مم بدأ بدأ يصفر بدأ بدأ يصفر يا سلامكم هاجي الله أتبرك الله عليه آه الكوميديا هذا من اللي شد انتباهه فيك يعني والله الكوميديا يات من المدرسة أو من والله أنا يعني ما أحد يقول أنا يعني بالنسبة للكوميديا يعني هي مرعوش كده صبتة بين أصحابنا كده في الرحلات نعم وأشياء كوميديا وضحق لكن أنا أقول أنه أبو سالم أحمد محروز ما شاء الله الله يدفره صراحة هذا يعود الفضل الذي يسمى له يعني يعني كان معنا في فيلم اسمه السروم السروم صح فيلم كان عرض اسمه السروم أيها الخطوة اللي بعدها نضع البصل وقلت لك بعدين أنه أكتشف قال أنت منتو حق يعني كنت كان في دور الشيب العاقل يعني في المسروم لكن قال أنه ممكن أنك تنفع في مجال الكوميديا يعني آآ ما شاء الله فشاركت المسلطة لشني باشلك اللي هو كانت الكلمة اللي هي بدل بالله عليك كان أقول مثلا ما هو قولة إلا ريال كان هذا هو حضور الأول يعني في التلفزيون مخصوصا عم كم كده عم كم كده مرزوق يعني هذا والله أنا ما بذكر العام يعني قبل كم كده حدول يمكننا خمس سنوات ما شاء الله تبارك الله يعني خمس سنوات أو أربع سنوات ما شاء الله تبارك الله في الشهرة هذه ن sì least يعني نيمة يعني書ت يا مرزوق وظهرت ما شاء الله‌ي حرف的 نهاية مشاركتي أيضا في قناة حضرموت تصراح ويزام الله خير على أظهارها أيضا على مستوى أكثر من خلال قناة حضرموت هذه هي سيارتك اللائية؟ لا مصر هذه؟ أهو في الدار دارة ما شاء الله العم هذا الصراحة مسلسل صدر نعم ما شاء الله تبارك الله يعني أيضا كانت من الكلمات التي هي الاسقة نعم ما شاء الله تبارك الله صلوات الله عنها ما شاء الله لكن هل درست دخلت معهد كذا حق التمثيل؟ معهد مسرح أو شيء كذا؟ نعم.. لا لا يعني أنا على سليقتي ذلك فقط به توجيهات المخرجين مثلا مثلا تصوكه ما شاء الله يعني ابدأ ما شاء الله تبارك الله وإن شاء الله لو مستحسن أن يطور مهاراتني وندرس إن شاء الله نضع الهلية أيوه اللي بعض تكون لا لا ما شاء الله تبارك الله أن هناك فرصة نتورهن فرصني نعم ما شاء الله تبارك الله فعلا لأنه فعلا أنه تحسن أنه عندما تروح مثلك ما لما اصورنا في مصر كان يمنحنا مهتمين بهذه الجنب صح لأنه مصير يعني يصتكتبوا و يشد انتباههم بشكل مثل هذا هذا الصح إنdeمهرؤية يعني. بس بالإدخال البهجة و الفرح والصروف في أنفس الجمهور والناس انتهى من الأجر لا لا كنتم في عدة حفلات فيها شكاك التخري يعني يا شكالم رح Muslims تعزوهم can identification ويساكلين والك الس pianema إن شاكلين تعطينا وأوامي أ Alumbo'Aıyla فعيد جداً إن كنت تعرفت عليك كنت أخذ gol الثلاثة إن شاء الله أخذ الله الخمسة معانيا والذيه إن شاء الله أتمنى لك إن شاء الله مستقبل زهر إن شاء الله الله يحفظ كثوري عذرك إن شاء الله نعم يعني الكشنة هاي نعم يا السلام نحط الكذبر هاي إن شان الريحة هاي إن شاء الله ما شاء الله يعني أنت يعني أنت خري يعني معهد فنون ولا إعلام لا أنا إعلام يعني أيوة دارس إعلام ما شاء الله ما شاء الله نحط لام حواياة بسباسة يعني ملاعات ثلاثة معاهد ثلاثة معاهد بالإضافة ثلاثة معاهد ثلاثة معاهد هناك بعض الناس يعني هذه السلسة ليس ملاحة يقول لك حموضة وماء حموضة هاي المكعب الماجي هذا ماجي أو مكعبات مرقة ونحمس عليه ثلاثة معاهد تمتلك تقدرين ثلاثة شبرم تعد jede الجرفر المصلحات سأخبر Eles الكمون معلقة بالإضافة عصم شوي بس أخذنا عليك لا أخذك، أنا فهمت الجمهور حسناً جيداً بدنا من معلقة 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 نعم، من البحارات من البحارات طبعاً الرز نعم، بالبخار الرز بالبخار نعم خلاص البسباك؟ خلاص البسباك، حبيبي خلاص الآن، نضع الأرض بسم الله طبعاً اليوم نوعنا برضو الرز نعم، ما شاء الله، تبارك الله بيت الجودة، ما شاء الله، منوع بأنواع هذا عال العال عال العال هذا نعم، رز المزة رز المزة عال العال شكراً حسناً الآن، نوعكس البصل قول التحميسة مع الأرز مع البصل، مع الطماطم، مع هذا لن يخرج الذوق ما شاء الله، أرى الريحة و... من حال الحلوة سبحان الله سبحان الله هذه البهارات، شاهدوا البصل والثوم له دور، له دور لا يمكن يعني ستة بيت لا يمكن أن يطبخ بدون هذا نعم، صحيح وفي ناس عبوا نروز أبيض يعني خالطة هذا ما كانت حصلوا عندهم مرض حموضة أو شيء الله الله يشفوا كل ما تعوب إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله في الماء؟ الآن نضع الماء الساخن نعم الساخن الماء الساخن، شاهدوا كل شيء بقياس يوم يعني على كمية أكواب الرز يعني على كمية أكواب الرز أعتقد أنه يكون موازي موازي وزاد الماء ونقص في مشكلة لو قلنا كيلو رز يعني بلتر ونصمة لازم الواحد يضعها في بالي يعني كل شيء بالموازينة يطلع لك الرز كله يصبح مشبع بالماء أنا متثقل بيعني تحصل في هذا العرز يعني أنه طباق يقيل لك طباق يمكن أنه يجلس فيه ومعي خمس مفار يعني لا يعني يطباق وما أنت مجال عرفت كيف أنت هذا هذا تحصل لي ما خلقه؟ أول الرز لا هو الماء يصلح التكشون الواحدة أيها التكشون هذي صلح الواحدة يضع الواحدة يضع الواحدة يضع الواحدة هنا التحديد بالحبة حق الرز لما يضعها ويشوف أنها نضيف يضع من تحت الرز أعرف كيف أعرف كيف خلاص يطفي من تحت الرز يضع الماء والباقي الماء يضع الماء يضع الماء صحيح لكن الصيادية لا كنت أجلب قياس صيادية والآن تحصلون لي ربما أنه طباق يعني تكون محدودة الكمية لأنه ربما هي متعبة أم لا هي الصيادية الصيادية متعبة نعم متعبة لكن عكت الكبس أو الروز اللي عندكم صراحة في الوادي دوغو روح شهال بعين اللحم برضو يحسنون في النار أو شيء في النار يفوروه وبعدما يفوروه يرفعون اللحم من الدست هذا الكمي بعدما يرفعوه يتبلوه يتبلو اللحم وفيه تنانير هناك يضعون الهير امهم يتبلوه مع الهرد ويضعونه في النار النار هنا إ MARCHULA تعطيه حقه تخليه المرق من الطيره يضع الرز يطعم لأنه لونه أبيض لكنه طعمه يعني صراحة المرق هنا يضعون روز في المرق نعم إذن أبو عبدالله أشراك نطلع فاسا يا ريت على ما ينظر نعم تحدد ربع ساعة ربع ساعة نعم إذن مشاهدين كرام بيت الجودة شركة بي امتي المحضار واشركاؤه للتجارة المحدودة الرعي الرسمي لهذا البرنامج المطبخ الحضرمي للموشن الثالث وفاصل إن شاء الله ونوارفل عدنا إليكم شاين كرام بعد الفاصل وبنشوف الآن بو عبدالله الشيب بو عبدالله كيف يستخدم الدجاج وين بيفون والطريقة الآن بدأ على يقول يتناشك ممكن نحط الدياج كده يعني يترس الدياج بعد مثل يترس الدياج والآن عد فيه ماء فيها فيه ماء فيه ماء هو حقه هكذا ممكن رش الزبيب الزبيب يغلق بإحقام يتم تحت نار هذه يتم تنقيس النار ممممممم عشاز أن كل البخاري يخرج ويرجع مرة ثانية في الريج عليك نور نعم هذه طريقة نار طريقة يعني حلوة وأنه يتقفل نهائياً التوست أو القدر لكي لا يوجد تهريب للبخاري كم يريدون هذا الفترة على طريقة؟ حدود عشر دقائق عشر دقائق حتى أنه ينشف كل أو يتشرب الوز والدجاج بالملة يتبقي فيه حلو ما شاء الله ورحمة الله صلوات الله عنه تعيبنا ما شاء الله مركز معي وفاهم في الطبخات لا يا أبو عبد الله أصبحت خبرة منك لا عبد ما شاء الله وأنت ما شاء الله مدرسة يعني كدك أنا يعني التعريف الله يعفظك صراحة يعني اللمساتك وأشياتك الحلوة في الطبخ يعني أعطت المشاهد الكريم خبرة أكثر وبرضو أنا من خلال تواجدي معك اليوم أو هذه المترة في الموسم الثالث يعني اكتثبت أشياء حلوة إذاك الله خير على كل معلومة قدمت أو للمشاهدين الكرام وربات البيوت نحن قمنا أقل من الوايف صراحة أننا قدمت هذا إذاك الله خير على ما قدمت من معلومات خلال هذه الحلقات وإن شاء الله في ميزان حسناتك آمين يا الله إذاً نحن مشاهدين الكرام بنطلع فاصل وانتبهوا تروحون اتبخوا يا صنخة بعد الفاصل ما ندعب بالحليف طبعاً مشاهدين الكرام عندنا لكم بعد الفاطر وبنشوف الآن أبو عبد الله إن شاء الله طبقه مستوية نحن ما شاء الله تبارك الله شوفوا البخار كيف يدخل من كل مكان آآ أيوة إن شاء الله تبارك الله هذه برضو علامة من علامات أنه ناضج وجاهد أوه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله أوه صح كلامك ما شاء الله مستوي ما شاء الله شوف واضح أنه جاهز شوف يعني ما أخذت وقت لا ما أخذت الكثير لا أخذت الكثير الآن الدجاج جاهز بسم الله الرحمن و ريحة ما شاء الله طلع بسم الله الرحمن الله الله لا يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله أمين يا الله أمين و الزبيب والحاجات الحلوة نعم أيها ما شاء الله هذا الصراحة على العالم ما شاء الله تبارك الله رز الصراحة غير كل الرز ما شاء الله يعني شوف ما شاء الله اللي عندنا نحن بالمطبخ الحضرمي هذا الموسم خصوصا يعني تعرفنا عنها نوع كثيرة من الرز و برضو جربناها نعم هذا يدل على النجاح حق الأرز فعلا ما شاء الله يعني شوف الرز المزة عال العال ممكن نحن نعم نوري الجمهور صحيح برضو كرام زي ما شفتم هذا اللي هو البيت الجودة يعني اليوم اللي طبخنا منه هالي هذا عال عال هذا الرز المزة هذا رز مزة عال العال طويل الحبة طويل الحبة المحصول 2017 الوزن 10 كيلو و وارد شركة بي ام سي المحضار فشرك أوه تجارة المحدودة الجمهورية اليمنية حضر موت نعم إن شاء الله رز مزة عال العال شوفوا داخل الجونية والكيس والآن كدوا أمامكم في السحن سريع 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 التحذير أيوه ما شاء الله بارك الله يعني أنه الآن أصبح جاهز ومطبوخ إن شاء الله حلو نضع هكذا يعني ما شاء الله تبارك الله شوف الرز يلعب ذور برضو يلعب ذور يعني شوف شوف رز مزة بيت الجودة بيت الجودة الله يقول حك أيوه شهادة خلاص هذا الأرز بالبخار أيوه جاهز 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 ونأخذ ثورة ثلفي مع بعض نحن والرز وهو داخل الكيس وبرضوه الآن في السحن تهد للتقديم أح شاء الله بارك الله يلا يابو عبد الله نأخذ ثورة ثلفي مع بعض ثلفي يلا بسم الله يمكن أن تكون مرتبراً ممكن لقد أنت تكون ماذا عيلاً مهلاً مهلاً شكراً شكراً أشاء الله تبارك الله أشاء الله تبارك الله شكراً إن شاء الله وبرك الله طبعاً شاهدوا الآن شاهدين الكرام مثل ما شاهدكم أنه الرز أمامكم من الكيز على المائدة إن شاء الله جاهز نعم وبالريح الحلوة والطعم أكيد المداغو اللي هو روعة بيكون من يد هذا هو اللي بقول أنا شاهدت كيف يعني خالي من النشاء الحب بحقه طويلة بعدين سريع الغلا يعني هذا أنا اللي يجهده في ذلك الله يقول الحق إذا مشاهدين الكرام اليوم تعرفنا على طبخة جديدة وشفت المكونات والطريقة كيف ولتروحون معنا بيكون فاصل في الفقرة التالية عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل وفي الفقرة الثانية مع الحلا ومعنا أبو عامر أهلا وسهلا أبو عامر عافية كيف أمورك طيبة إن شاء الله؟ والله طيبين الحمد لله ودائما أنت مع الحلا منور يعني الله ينوره وطيب اليوم حلا جديد ويعني ممكن أن توضح للمشاهد اسم الحلا حق اليوم؟ الحلا اليوم معنا كريمة بالفواكة آآ بالفواكة مشكلة كريمة مشكلة بالضبط طيب حلو طيب نشوف الممكن المكونات معنا كريمة كيك جاهزة كريمة كيك جاهزة ومعنا جبنة سائلة جبنة سائلة يعني حوالي نص كوب جبنة سائلة نص كوب أيوا معنا علبة قشطة علبة قشطة مشاهدين الكرام حاولوا أنكم تركزون في المكونات ومعنا فواكة مشكلة يعني علبتين علبتين في فواكة مشكلة ومعنا الصوص فراولة وصوص شوكولاتة صوص فراولة وشوكولاتة وبسكويت مكسر جاهز بسكويت يعني مكسر أي نوعية من البسكويت والصافي الأبيض والصافي الأبيض حسب الدوغ حسب الدوغ طيب المشاهدين كرام تابعتم أنه قدمنا لكم المكونات ناتي الآن لعملية التحذير خليكم جاهزين يلا نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نضيف المرة الصوص الفراولة أيوا يعني كمية بس بس كمية بس بس نجيب الكريمة نضيف البشطة والبشطة مع بعض الكريمة والبشطة بيت جانسون مع بعض جبنة السائلة الجبنة السائلة البيضاء ناطعة البيضاء تخلطه مع بعض كله تخلط مع بعض كمية بك تغطية أثناء أثناء شاهدوا يا مشاهدين الكرام شاهدوا عملية أنه يحاول يغطي اللون الأحمل بطبقات طبقات طبقات طبقة الأولى يعني جيد الفواكه أها وننصرها يعني طبقة الآن الفواكه يعني زي ما انتم شايفين شاهدين الكرام يحاول أنه يغطي المساحة من الخلطة اللي سواها وبرضو مرة تانية يعني فوق الفواكه المشكلة يعني بيحط برضو طبقة من الخليط اللي هو عمله قبل شوية ريض قطيها بس هيا يعني الحاول لنك يعني و تقيلها طبقة يعني غطاء هم غطاء الحماية يعني غطاء الحماية ها يجي مرحلة البسكويت ها يعني عادي تكسره بليل صح ها بليل تكسر بليل صح ها بليل تكسر بليل صح ايو وترش على المطابقة من بسكويت برضو برضو حلو مع الكريمة والفواكه طلع طعم حلو يطلع حلو الحالة مميز ما شاء الله مع ابو عامر وهي المساس بس وإحساس ودوق وفن تشاهدين كرامي يعني برضو نحط لها بعض الفواكه مشكلة طبعا يوزعها على طبقات زي ما شفتم طبقات طبقات حتى تعطي بشكل حلو وبعد حتى في المداج يعني لما بتاخد الملعقة يعني بتاخد من كل حتة 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 لما توصل الى ما توصل الى الاسفل الاسفل شوكولاته يعني شوكولاته ها نغطيها يا سلام ممكن نشوف نشوف حتى حتى في الوسط برضو كريمة كريمة آآ يعني حط بو عامر الكريمة في الوسط ما شاء الله عليك آآ تشوقني لان اتعمها سلام يا سلام ما شاء الله تتكر الله يعني إن شاء الله تتعم بو عامر بسيطة جدا بسيطة سعلا بسيطة سعلا ما تاخد وقت ما تاخد شيء وقت وحلم ناسب وصحي وشياء بسيطة جدا بس الفواكل المتبقية آآ يعني الفواكل المتبقية هتحاول ان توزعها على الضبط آآ الصحن شوف هنت توزعها وكلها هتحاول الأخيرة يعني يكون في الأطراف متزين بالبسكت اللي هو يعني تم تكسيره تلخذه تلخذه سعص الفراولة آآ حاجات 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 عليك ما إن شاء الله هذا حلاء الفروت مع الكريمة جاهز جاهز طبعا مشاهدين كرام يعني ما هو إنه وقت يحتاج إنه تجهز في الحالة لاحظنا إنه وقت يعني مش ما أخذت وقت يعني طويل سهل وحلو طويل ومنظرها حلو من تحت منظرها حلو ممكن شوية بس عادة ممكن نشوفها من تحت يا سلام شوف الملدة يعني على شكل أطباق يعني ما شاء الله تبارك الله برضو حتى أصبح حتى ألوانها حلوة طبعا مشاهدي كرام مع الحبوب واللي حلو بتاعنا حلو انت انت اللي هو أحلى أكتر أبو عامر جهز لنا الحالة المميز لليوم وصراحة مكونات بسيطة جدا ولكن الشكل والدوب سيكون أكيد عالي ورفيع في الحلقة اليوم اللي قدمناها لكم في فقرتها فقرة الحالة ختام هذه الحلقة طبعا نتوجه لك بالشكر الجزيل صراحة على إبداعك المميز اللي صراحة ما نقدر نعده أو نحصيه كل يوم حلقة نعم وانت تمتعنا بأشياء جميلة نعم نعم طبعا حياك الله ختاما لهذه الحلقة طبعا لا ننسى أن الراعي الرسمي له كل الشكر والتقدير بيت الجودة البي ام سي المحضار ونودعكم إلى أن نلتقي في حلقة قادمو وفي حالة جديد إن شاء الله مع أبو عامل السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة